السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناتنا الكرام في اسئلة جاتني كتير على القناة ووعدت المتابعين ان شاء الله هجاوبهم على كل الاسئلة دي من ابرز الاسئلة كيفية شراء طيور البطجي او الاسترالي فانا هتكلم النهاردة عن الحلقة ديت بتركيز قوي يعني اركزوا معايا ما تروحوش في اي حتة مني هنتكلم بطريقة موسعة كل ما يخص كيفية شراء طائر البطجي الاسترالي الكوكتيل كل الانواع بكل انواعها كل الطيور بكل انواعها بطريقة سهلة جدا ومخترصرة هنقولها واحد اتنين ثلاثة مع بعضنا والفيديو ان شاء الله مش هطول عشان خاطر تستفادوا منه ومتقفلهوش ما تنسوش طبعا وانتو بتسمع الفيديو بتاعي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرز عشان يصلكوا كل ما هو جديد احنا بنشتري الطيور ازاي بصوا يا جماعة بطريقة بسيطة كده اول حاجة لما نروح لحد لازم يكون حد ما بتشكش في نزهته يكون حد معروف او غاوي معروف يعني حد محترم بلاش السوق وبلاش ان احنا نشتري من الناس مش معروفة لان اوقات بتبقى الحاجات ديت مش كويسة ومريضة خصوصا لو انت غاوي جديد او لسه متعرفش اي حاجة عن الطيور بعد كده لازم ننقل الطير ان هو يكون شاب مش كبير في السن وده يبنى عليه على رجله وعلى منقاره وعلى شكل الطائر تمام يبقى ان هو يكون شاب ما يكونش كبير في السن كمان لازم ناخد الطير اللي متناسك يعني عنده مظهر كده متناسك زي العصور ده ما شاء الله اللي احنا شايفينه لازم يكون ريش متناسك زي ما انتو شايفين كده ويكون الريش زاه بيلمع لازم الريش يكون زاه وبيلمع ومنظم هنيجي كمان نبص على فتحة الاخراج عند الطابر اللي هي فتحة الشرق هنبص عليها هنركز فيها او لما نبص عليها هنبص هل كان عنده اسهال بيبانى على الفتحة تحت لو الطائر ده مريض ولا ازام احنا شايفين كده الطائر ده فالله مفيش اي حاجة الفتحة نضيفة بيضة مفيش اي حاجة متعلقة بيه زي اسهال او براز او علامات مرضية تمام هنيجي للحاجة التانية وهي فحص المناخير بتاعت الطائر الطائر اللي عنده برد المناخير بتاعته بيبقى بان عليها الرشح كمان بيبقى باين انها مسدودة تمام كمان بيبقى فيه اشف لو عنده اشف مناخيره منجبوش اشف زي اللي بيجي في الايد ده لو الطائر عنده اشف منجبوش مناخيره مسدودة باين عليها اي انسداد سواء فتحة او فتحتين حتى لو صاحب العصفول اللي انت اشتريت منه قال لك خد عام وهالجو على ضمانتي لا يا باش انا عايز اجيب حاجة صحتها بفضل اللي هي كويسة تمام يبقى كده هنرجع تانى بسرعة اول حاجة يكون صاحب المكان اللي احنا نشتري منه زو ثقة ويكون مضمون تانى حاجة الطائر مظهر يكون متناسك وريشه زاهي ومنظم هنرجع فتحة الشرج اللي هي فتحة الاخراج بتاعته هنشوف هل فيه علامات اثار او المنطقة رطبة يعني كمان هنشوف مناخيره لو مسدودة او فيها اي اثار باين سابع حاجة بقى لازم نجيب الطائر النشيط اللي بتحرك كتير قدامي في القفص بتاعه ونبعد عن الطائر اللي ما بتحركش لو طائر كده خامل وحاطت دماغه في جسمه كده ولقيته منكمش لا ماجبش الطائر ده لانه هيبقى مريض كمان همسط الطائر كده واتفحص مكان السدر بتاعه وهشوف التغذية لو الطائر ده يعني فيه في الحصالة بتاعته اكل ولا لا الطائر ده السدر بتاعه مفوش اي زرقان مفوش اي حاجة سودة السدر بتاعه يكون مليان بشكل طبيعي وشكله متناسك مع جسمه تاسع حاجة بقى الطائر ده نبعد عن اي طائر رفاع بان عليه مظاهر الهزلان انه ميبقاش عزيل هنركز في الطائر كده واحنا وقفين نبص المدة عشر دقايق كده هنشوف الطائر ده بيروح على مكان الطعام و بيروح على مكان الطعام و بيأكل بنفسه يبقى اشتا جدا نجيبه يعني ادنى مشكلة لو لقينا الطائر بيوقف منفوش كده و دايما تلاقيه واقف على ارضية السبك كده و على جنب لا الطائر ده كده عنده مشكلة اه الطائر ده كده تعدان و مريض مش هينفع معاي ليه لانه منكمش واقف لوحده فده يعني باين عليه مظاهر المرض و فيه ان شاء الله حلقات هنعملها الحلقات اللي بعد الحلقة دي ان شاء الله الحلقات دي كلها هتتكلم على كل امراض الطيور او معظمها و طريقة علاجها اخر حاجه بقى ان احنا هنبعد عن الطائر اللي جسمه فيه نقطة دم او جناحه و صائد اللي هو مثلا يبقى محصور حتى لو الراجل قال هعالجه و خده بسعر قليل لان الطائر ده كده مش هينفع معاك و انت مش فادي للعلاج و ان انت يتحرق دمك و الكلام ده كله هنعيد مع بعضنا كده بطريقة سريعة زي اشتري عصفور او طائر باجي او كوكتيل او روز او كل انواع الطيور بكل اشكالها و كل انواعها لان ده الكلام اللي انا بقوله ده على الطيور كلها هنقول اول حاجه لازم يكون المكان او المحل او الغاو اللي انا بشتري منه يكون مضمون مية في المية لان هو لو مكان محترم مش هيبيه حاجه مريضه وهيحافظ على العمله بتوعه والزباين ده اول حاجه اللي هتكون مهمة التاني حاجه ان انا شوف الطائر هلاقي مظهره متنصد كده واقب كده شدد حيله ليشه و زاهي و ناعم كمان همسك الطائر كده بسرعة وهبص على فتحة الشرك بتاعته لو لقيت عليها الاسهال طبعا بيبقى باين على فتحة الشرك بتاعته ساعتها مجدوش كمان هبص على منخير الطائر واشوف لو عنده برد او ما عندوش اذا كان عنده برد هلاقي فيه رشح كده والكير بتاعه المنخير كده ورمى شوية وباين فيها البرد وبلاقي العينين كمان من الجنب محمرين كده الجلد بتاعهم الرش واقع والجفن محمر لان العيون ديت هي الجيوب الأنفية بتاعت الطائر قدام العيون على طول بيتواجد الجيوب الأنفية تمام بعد كده لازم الطائر يبقى نشيط وتتحرك كتير في القفص كمان لازم الطائر يكون بيجري على الاكل والمية وبيشرب قدامك وبياكل لان اذا توفرت الامور جي كلها اذا الطائر زو صحة جيدة كمان هنبعد عن الطائر اللي هو بيرمى نفسه كده في اكل القفص على الارض وبيتلاقيه منفوش شكله مش طبيعي اذا رجل يقولك دنايم انا عايز الطائر اللي هو واقف شادة حيله ده حتى لو هتدفع مثلا مبلغ زيادة بس الحاجة تبقى سليمة عندك وربنا يبقى لعنينا كلنا المرض ناخد الطائر اللي بيطيره بيتحرك كده في القفص وامسك بص عليه شوية طبعا في الاخر خالص بعد كل دقائق اول لما اجيب اي طير جديد عندي في الغية بتاعتي حتى لو انت ما عندكش الا قفص واحد اول حاجة تقوم عاملها ان انت تجيب المسئة بتاعته وتجيب نص حباية فلاجيل او نص غطى شرب فلاجيل وتضيفه للمياه بتاعته لمدة 3 ايام في المسئة عشان لو في اي مرض ربنا يبعدنا عنه وانا عندي كمية من الطيور لا الطير اللي انا هجيبه جديد احطه في مكان بعيد عنهم عشان لقدر الله في مرض مش باين حاجة موجود على ريشه ما تروحش للطيور ديت وبعد 3 اربعة ايام وبعد كرس الفلاجيل اللي انا هدهوله ان شاء الله الطير ده هيبقى كويس وخلاص انا ضمنتو ان هو يقدر يخش على القطيع بتاعي وكمان اخر حاجة اخر حاجة اخر حاجة اوفله تدفئة كويسة في الشتة ديت وشكرا يا جماعة لمتابعاتكم للقناة اي حد عنده اي اضافة عنده اي تعديل لي انا تحت امره لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زل الجرس ودعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته